توفي اليوم الأحد 4 ديسمبر 2022 الكاتب الصحفي الكبير مفيد فوزي عن عمر يوناز 89 سنة الله يرحمه بعد صراع مع المرض ما يقارب من شهر وقالت ابنته حنان مفيد فوزي في تدوين عبر الفيسبوك بابا سافر السماء عند ربنا صلاة الجنازة على روحه الطيبة اليوم الأحد الساعة 12 ظهرا في كنيسة المرعشلي بالزمالك والعزاء غدا الأسنين الساعة السادسة مساء في قاعد كنيسة المرعشلي بالزمالك الله يرحمه مفيد فوزي سعد من موليد 19 يونيو عام 1933 ولد ابو محافظة بني سويف هو إعلامي مصري لقب المحاور كان والده فوزي سعد موظف بعزارة الصحة أما والدته السيدة ماريون فرج فكانت ربة منزل وهي التي شجعته على نشوء موهبته الصحفية منذ الصغر تخرج في كلية الأداة بجامعة القاهرة قسم اللغة الإنجليزية عام 1959 تزوج من الإزاعية الراحلة أمال العمدة في الأول من مايو عام 1968 والتي رحلت عن عالمنا في 11 مارس 2001 أنجب منها ابنته الكاتبة الصحفية حنان مفيد فوزي أمال العمدة ولدت بالأكسر عام 1941 وتنتمي لبيت العمدة جورشي موسى وقدمت أمال العمدة العديد من البرامج الناجحة بالإزاعة المصرية نشوف بقى صور نادرة ليهم في زفافهم هذه هنا في الزفاف مفيد فوزي وأمال العمدة وكانت حضرة نادية لطفي على أمينه وأيضا سعاد حسن ودي صورة تانية من الزفاف على أمال العمدة هي دوزها بس وما تدوزش بعدها ودي هنا صورة ليهم في شبابهم ليه على الشمال ودي بنته حنان ربنا يخليها لي يخلي ليها دي حنان مفيد فوزي كاتب وقد حل الكاتب والإعلام المفيد فوزي ضيفا على برنامج تقديم الكاتبة الصحفية فجر السعيدة على قناة سكوب في الكويت كان البرنامج ساعتها في الكويت وشدد مفيد فوزي على أنه من المستحيل أن يشعر بالوحدة بسبب قلمه وشفيعه مسلس الرحمات المتميح البابا كيرولوس السادس وأخرج صورته من جيبه واستكمل قائلا نصحوني في مصر قال أخرج صورته من جيبي على الهوى في الكويت لكني قلت لهم الكويت بلد السمح وأوضح البابا كيرولوس هو الذي وضع يده فوق رأس الرئيس الراح الجمال عبد الناصر بعد هزيمة 67 وشفاه بإرادة الله كان الرئيس طعبان مريض وهو تشفى له عند ربنا عشان يشفيه وهو أيضا لازم منحه عبد الناصر أحقية بناء الكنيسة المرقصية المعروفة حاليا بالكاتدرائية المرقصية بالعباسية هادي هنا أثناء لقاءه مع فجر السعيد في برنامج غابقة سكوب وفجأة حط يده على جيبه وطلع صورة البابا كيرولوس ودي هنا صور للرئيس جمال عبد الناصر مع البابا كيرولوس السادس كان فيه حب ووؤام ومودة بينهم ويقول مفيد فوزي عن عبد الحليم حافظ عرفته التصقت به وعرفت كيميائه وكان يتيما في الميلاد وفي الحياة بهذه الكلمات لخص مفيد فوزي علاقة الصداقة القوية التي جمعته بالعندليب الأصمر والتي أو رب الكثير عنها في كتابه صديقي الموعود بالعذاب يقول مفيد فوزي لم يكن عبد الحليم حافظ ذلك الفارس المغوار الذي ينجح في كل غزواته ولم يكن ذلك العاشق الأسطوري كما صور نفسه في بعض مذكراته وكأنه كازانوفا العصر كان عبد الحليم حافظ عاشقا مهزوما يعود من معركه دام القلب مكلوم الفائد مقصور الوجده وكان يخفي هذا عن أصدقائه هذه الحقيقة التي عرفها مفيد فوزي للقرابي من عبد الحليم حافظ سببت خلاف بينهم ظهر بشكل واضح حينما قرر عبد الحليم حافظ أن يكتب سيرته الزاتية وعندما نشرها رأى مفيد فوزي أنه من الأفضل أن يروي حليم حكاياته ويتولى أحد الزملاء الكتابة لكن حليم كان يصر على مراجعة التسجيلات وحزف بعض الحقائق عندما يراجع نفسه وهو ما دفع مفيد فوزي أن يقول له أنت لست بكاتب مهما كان عندك تزوق للكلمة ومكالسوم تفوقك في هذا الميدان وعبد الوهاب أعظم الزواقة في دنيا الكلمة ولم يفكر أحدهما في كتابة مذكراته بنفسه بقلمه إنك تريد أن تبدو في الصورة التي رسمها الناس عنك فليست هذه سيرة ذاتية أنها سيرة ملاك تفتقد الضعف والنزوات والفشل لتعطيها الصدق وتصل إلى قلب الناس هنا عبد الحليم حافظ ومفيد فوزي رغم علاقة الصداقة القوية كان فيه خلاف بنفسه وهو وضح سبب الخلاف ده أسرى مفيد فوزي عالم الصحافة والتلفزيون بتحقيقاته المتنوعة وحواراته الناجحة مع أهم الشخصيات السياسية والأدبية والفنية لو أعجبكم الفيديو ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد وشاركونا بالتعليقات وشكرا لكل المحبين والمتابعين والمشاهدين قناتكم قناة أخبار النجوم شكرا لكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة